أسلحة جديدة حصلت عليها ميليشيا الحوثي مشابهة لتلك المنتجة في إيران بهذه الجملة استهل تقرير أممي اتهم فيه ميليشيا الحوثي بمواصلة خرقها للقرارات الأممية الخاصة بحضر السلاح إلى اليمن منذ العام 2015 التقرير الأممي الذي أرسل إلى مجلس الأمن ونشرت وكالة فرانس بريس يقول إنه ثمرة تحقيق استمر نحو عام أجراه خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حضر السلاح التقرير صلت الضوء على أن القطاع غير العسكرية وتلك العسكرية يبدو أنها أرسلت عبر مسار تهريب يمر بعمان والساحل الجنوبين اليمن عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية وصولا حتى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ولم يكشف التقرير عن مسؤولية إيران خلف عمليات التهريب التي تزود الميليشيا بالأسلحة إلا أنه أشار إلى أن الأسلحة التي حصلت عليها الميليشيا مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران مؤكدا أن الحوثيين باتوا يستخدمون نوعا جديدا من الطائرات من دون طيار من طراز دلتا ونموذجا جديدا من صواريخ كروز البرية وبتتبع أسباب ما قد يمثل خرقا للقرارات الأممية يؤكد المحققون ظهور اتجاهين قد يشكلان انتهاكا للحظر يتمثل الاتجاه الأول في نقل قطع غير متوافرة تجاريا في بلدان صناعية مثل محركات طائرات من دون طيار فيما يتمثل الاتجاه الثاني في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطورا استمرار تدفق الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي عبر عمان وعبر مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية والتحالف لا يعده مراقبون فقط فشلا في حماية الحدود اليمنية من عمليات تهريب السلاح بل دفعهم إلى التساؤل حول جدوى وجودها واستمرارها وهي التي نجحت فقط في حصار اليمنيين وفشلت في منع وصول الأسلحة للميليشيا التي تقتلهم